تخيل يا صديقي انك انت في يوم من الايام تعركت مع صاحب الكوشة المخبز اللي جنبك ومعاش تبي تاخذ منه خبزة مرة او خلينا نقوله هكي هو معاش بيبيع لك طبعا لانك تعركت معه وقليت اذبك عليه هل هي مشكلة كبيرة نحب نقولك بقدر اعتمادك على الخبزة اي بمعنى لو انت مدراجة متكشف الخبزة كل يوم فانت مش محتاجة لكن لو انت عندك مطعم ومتعود تاخذ من صاحب المخبز هذا كل يوم اربع خمس سنديك وتعركت معه وقال لك هي روح معاش فيش سنديك خب وانت تبي تبي تبيع قلاية وكبدة وحرايمي انت عندك زبائن جيعنين شب تعطيهم القلاية في يديه موكي عندك عيال في الحوش وهلك تبي تصرف عليه وعندك عمال معاك يبي يأخذوا شهريتهم الكلام اللي قلت تلكي تو هذا هو اللي سير في اوروبا تو هذا برنامج كم شوية معاشيكة على الواو ليبيا المدة اللي فاتت زي ما انت عارف يعني انه شلكت بين روسيا ووكرانيا طبعا بس ووكرانيا مش وحدها ووكرانيا وراها اوروبا والعالم الغربي لكن في حسبة الدول الاوروبية ما حسبوهاش كويس الل وهم عارفين ان في بيناتهم بترول وغاز وانا روسيا اكبر دولة مصدرة للغاز في العالم فانت يا صديقي تقولي هو الغاز هذا اللي يصدر فيه هذا هو الغاز اللي يتعبى ايكي في البنبة وانا ندير بيه النار نقول لك لا الغاز هذا انت تدير بيه كوية نحنا نحكو عالغاز اللي يولع في اللمبات ويضوي في الشوارع بل ويخد في مصانع اوروبا لكن العالم اصوله من قبل اكي الاتفاق يعني شبه غير معلن ان اسمع لو تعارقنا ما تعارقناش راهوا الغاز والبترول الذين طلحهم ب بره المشكلة وانت تتذكر مثلا في اقصى الظروف مثلا في ليبيا في 2011 كان الغاز يمشي ليطاليا كل يوم ما يوقفش بغض النظر على اي حاجة يعني سياسيا نختلفوا او ممكن ان تعارقوا او ممكن حتى نطلق عليك نصاروخ يعني لكن الغاز ماذا ما طلعوا بره الحسبة لو سمحتوا وهذا اللي صار هنا في بداية الحرب ان الغاز قعد ماشي البترول قعد ماشي لكن اوروبا قدرت تفكر ان في يوم الايام مرات روسيا تستعمل الغاز هذا والبترول كسلاح زي ما استعملوه العرب زمان في حرف فلسطين وكان كانت المرة الوحيدة تقريبا العربية كلهم يلتموا يفكروا في نفس التفكير ويلقوا ان الغاز هذا والبترول نحنا نستعملوه كقوة فالمهم في دول ما تدخلونيش في الحرب هذي واجه مثلا زي المانيا المانيا انا قالت انا رأى خمسين في المية من الغاز اللي اني استورت فيه رأي جيني من روسيا وعليه ما الله ما تحطونيش في موقف مش كويس نطة تبريكا قالت نقول كام حاجة طب البترول حفوري وقود الدنيا كلها عندي لكن ايك يا معلم نبرد الراجعة متاع الخبزة اللي هو مثلا كان يجنى ك كل يوم اربع خمس نديق بنفس السعر واموره تمام تواقي بينتقل بيدير اتفاق واحد اخر معا كوشة بعيدة عليه والنقل وبنزينة وسواق يعطل وكذا فشحوا برا فاني حب نقول لك ان النافطة الديزل اليوم في دولة زي السويد تقريبا قريب يوصل الثلاثة دولار وهذا شن السبب امتاعي يا طيب المدة اللي فاتت روسيا قالت معلش انا حنوقف امدادات الغاز شوية لان والله عندي مشكلة في الانبيب مشكلة من يا روسيا وان عندك المشكلة بالزبط عندي مشكلة في الانبيب بس ان نصلحها وبعدين الغاز حيفلت حيفلت وحيضوي كما يأوروبا يعني ما تخفوش يومين بس رجوني وانت زي ما انت عارف ان اشتاء جاي والصقع هنا يا شقيقي شمال افريقي من زي عندنا غادي فهنا الناس محتاجين تدفئة مركزية ومحتاجين للغاز بشكل غير طبيعي زي ما قلت لك دول مصنعة زي المانيا وسويد يقولوا حبابي بنحنا كيب المصنعة نذين انسكرون بيلو سكرناه الناس هضوموا وانا بيمشوا ما يصرف عليهم وانا انا نجيل تذكرك انت اه تعال انت انا ن قاعم زكي مثلا مع ناس من عرب من تونس من مصر من جزائر من مغرب وهذا يحكي نحنا عندنا وهذا يحكي نحنا عندنا فانت ملقيتش حاجة فقيت له نحنا البنزينة عندنا بخمستاشر قرش ارخص من امي البنزينة الشيشة هيكي تشريها بخمسين قرش اللي ما زرت بخمسين قرش وتاخد شيشة كبيرة لتر بخمستاشر قرش لا برافو لا اسمحني صفق لك لا برافو برافو لانك طيب طيب على نياتك لانا انت ماناكش عارف ان 60% من الاستخدام متاعنا للبنزين يجينا من دول اوروبا نستوردوا فيه 40% بس نصنعه في ليبيا نحنا كيفاش نمشوك يمفاشكو بالنسبة اناس ان نشرو فيه من برا نشرو فيه من برا مش نحنا اللي ندروا فيه ولا نصدروا فيه نحنا نصدروا في البترول الخام وهم طبعا لبرا يديروا مصانع ويفصلوه ويحولوا الشوائب ويديروا هنا نفت ويديروا هنا جاز ويديروا هنا بطاس ووراكينا وكذا ويدزونه والغريبان انا ان احنا احد الدول القوية جدا في استخراج النفط والغاز ونحنا احد الاعضاء في منظمة اوبك ومفروض ان عندنا صوت وعندنا كلمة لكن للأسف يعني نحن لو نطلع لو يعني نصدر في سفن ناري في جزر عرفت حتكون عندنا كلمة في العالم او في كلمة مثلا في المنطقة اقوى من هيك النظام السابق كان ناجح نوعا ما في معاملتها الخارجية في استعمال البترول والغاز كسلاح معروف الليبيا زمان ما فيهاش ضكاي الجيش الجرار القوي ولا الطيران والغواصات والحركات ما عندناش ولا الاقتصاد المبني على شركاته بورصة وكذا كان هو عندنا البترول رضا نطلع فيه ونحنا يا معلم انوازه ما اني بيشري واللي بيشري حتى نقدره ندره لها تخفيض لكن طبعا داخليا ما كانش بيين علينا العز واجد يعني بش نقدره واضحينها بعضنا المشكلة اننا حاليا لا بيين علينا خارجيا ولا داخليا ان عندنا بترول زي ما قلت لك نحنا لا نحنا لو نصدره بصال الخضر احسن البلاد قاعدة في عز ازماتها العاصمة شوارحة يسكرها مرات بين يوم وليلة حروب يقوما فيها وما يقعدانش ماذا كلها تلقى مسؤولين مقعمزين ويدروا في اتفاقيات ويدروا في تفاهمات والشعب ما يندرش عليه شيء وكأنه هذو اول وقت المناسب للحاجات اللي يدروا فيهم ونحنا طبعا انا ما نقولوش ان هذا الصح ولا غلط عارف ليش يعني نحنا اساسا مش عارفين شين قاعد يصير انت مش قادر حتى تفرض اراك واقتراحاتك على الدول الاقليمية اللي جنبك مش قادر ولا حتى ننكت طمحهم ان شركاتهم حجيو دوري استثمارات ان هم حيستخرجوا ايونقبوا على الغاز والبترول قاعد اكي وخلاص اه تب ديروكي تعالوا ديرو فعنا اشهد في السنين القليلة اللي عشتم في الحياة هذه ان البترول كان دائما نقمع الليبيين وتقريبا عمر ما كان نعمة ربي عطنا فلوس في التراب احفر بس وطلعوا بيع ونعنش الدنيا قاعدت طريقنا مكسرات ولا عندنا كبريات ولا عندنا جزر دوران ولا عندنا حاجة طريق صحرا مع العلم ان القطران هذا يندر بمخلفات البترول يعني الحاجات اللي انت تب تعزقن هذين هنا دربين القطران والعلم لما يجي الوقت اللي احنا نستخدم فيه البترول هذا او يكمل اصلا يكتموني يا اخوتي انتم شن اراءكم وشن افكاركم وشن قدرون نديرو والسلام عليكم